في شغل كتير امهات بالقرواة اونلاين و انا كنت اقراها اونلاين اللي هي انه لازم البيبي لما يكون عم بيرضع من الام يكون انه تموا قادر يغطي الحلمة كاملة اوكي خليها نفكر فيها منطقيا اذا البيبي تموا هالأد ماكسموم ري يقدر يفتحوا والامهات الحلمات تبعيتهم تتراوح من هالأد لا هالأد كيف منطقيا هيدا البيبي بدي يفتح امه لحتى يغطي الحلمة كلها اكيد مع بعض السيدات هادا الشي بيثبت يمكن بعض الناس بيكون في سايزز مختلفين ولكن بالمنطق اذا الحلمة الام كبيرة اكيد البيبي ما هيقدر يغطيها كلها وهيدا شي ابدا ما بيأثر على اذا كان البيبي عم يقدر ياخد كمية كافية وعم بيرضع بطريقة صحيحة ولا لا اذا طفلك عم يفتحت امه منيح 140 ديغريز مع بوجع كوه وعم بيرضعه بس انغطى نص الحلمة يخلل الرضاعة طبيعية انه هدا الشي طبعا هيعمل الوجع لتعرفة الفل الارضاعة طبيعية بانتحك تحت تحت الكورس 7ولة المجانة عن الوضعية الصحيحة او الوضعية الصحيحة للارضاعة طبيعية